تتواصل الاستباحة الإسرائيلية للأراضي السورية تحت الزرائع ذاتها وهي الوجود الإيراني الكبير في البلاد دون أي ردة فعل تذكر من النظام السوري أو حليفيه الإيراني والروسي فجر اليوم استدفت إسرائيل منطقة زاكية الواقعة بريف دمشق الغربي حيث توجد مستودعات للسلاح والذخائر تابعة للميليشيات الإيرانية ومقرات للفرق الرابعة ومواقع للميليشيات لترتفع حصيلة الاستهداف الإسرائيلي للأراضي السورية إلى 23 استهدافا منذ مطلع عام 2021 دمرت خلالها نحو 65 هدفا وقتلت ما يقارب 120 شخصا وفي ظل هذه الاستباحة تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ما اعتبرته مسارا جديدا للصراع الإيراني الإسرائيلي داخل سوريا فتل أبيب بدأت مؤخرا بتنفيذ سلسلة من الهجمات الاستثنائية سواء من ناحية التوقيت أو حتى طريقة التنفيذ فبعد أن عملت إيران على تغيير طرق تهريب السلاح وطبيعة نشر ميليشياتها في سوريا فضلا عن نوع الأسلحة التي تقوم بتهريبها بيّنت المصادر أن المحاولات الإيرانية لتهريب أسلحة تركز بالأساس على نظم الدفاعات الجوي المتطورة فضلا عن المسيّرات التي يمكنها مهاجمة أهداف إسرائيلية مصادر أضافت أنه في ظل نجاح إسرائيل في تقويد عمليات تهريب السلاح الإيراني المتقدم في الشهور الأخيرة بدأ الإيرانيون باتباع طريقة أخرى تعتمد على تخفيض أعداد القوات الإيرانية العاملة على الأرض وتابعت أن التكتيك الإيراني يقوم أيضا بنشر هذه القوات على مقربة من القواعد العسكرية الروسية في سوريا تجنبا لقصفها ورأت المصادر أن هذا التغيير على الأرض حول الصراع مع إيران إلى صراع يستهدف الحفاظ على حرية العمل الإسرائيلي في سوريا بدلا من المبدأ الأساسي الذي حددته المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن منع إيران من تجاوز الخطوط الحمراء المحددة سلفا ترجمة نانسي قنقر